الدكتور محمد حطاب أستاذ الأمراض البطنة والسكر بجمعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للسكر ودهنيات الدم الموضوع اللي بأكلم حضرتكو عليه هو موضوع الكشف المبكر أو التشخيص المبكر لبعض الأمراض اللي بطبعها بتبقى أمراض سامطة يعني المريض ما بيشكيش من شيء يعني يتخيل أنه طبيعي بيقول على نفسه أنه هو كويس أنا ما بشكيش من حاجة وبالتالي لا داعي أن أنا أكشف ولا داعي أن أنا أعمل تحليل الأمراض اللي أنا أقصدها هي أمراض ضغط الدم المرتفع ومرض السكر من النوع الثاني وارتفاع الدهون في الدم لو ابتدينا بمرض ضغط الدم المرتفع نحن نسميه معشر الأطباء القاتل الصامت لأنه المريض في الأغلب الأعام لا يشكو من شيء والطريقة الوحيدة للكشف عنه هي قياس ضغط الدم وأحيانا كثيرة المريض اللي بيعاني من ضغط الدم المرتفع لأنه لا يشكو من شيء يجي للطبيب في مراحل متأخرة من المرض تكون بعض المضاعفات ظهرت يعني مضاعفات على شبكية العين مضاعفات على القلب مضاعفات على الكليتين مضاعفات على المخ مضاعفات في اتجاهات مختلفة وليس منها النادر أنه المريض مثلا يحول لطبيب الباطني عشان يكشف على ضغط الدم محولا من عيادة الرمض مثلا لأنه طبيب الرمض بيلاقي تغيرات في الشبكية بتقوله أن هذا المريض يعاني من ضغط الدم المرتفع منذ فترة طويلة وبالتالي النصيحة اللي بنوجهها للجمهور أنه لازم يبقى الكشف على ضغط الدم فحص روتيني خاصة في المرضى اللي عندهم سكر خاصة في المرضى اللي عندهم ارتفاع في نسبة الدهون في الدم خاصة المرضى اللي فوق الأربعين خاصة المرضى اللي عندهم تاريخ مرضي في الأقارب من الدرجة الأولى لارتفاع ضغط الدم لأنه علاج ضغط الدم المبكر بالتأكيد بيقي المريض من المضاعفات ده الجمعيات العلمية المتخصصة بتذهب إلى أنه العلاج يجب أن يكون في بعض الحالات من الأول باثنين أدوية مش بدوى واحد وبالتالي النصيحة الأولى التي أقدمها اليوم هي ضرورة الكشف الدوري على ضغط الدم نفس الكلام يقال على مرض السكر من النوع الثاني بحيث أنه فوق الأربعين لازم للناس تحلل السكر فوق ذلك المريض اللي عنده تاريخ مرضي لمرض السكر في أقارب الدرجة الأولى الناس اللي عندهم زيادة في الوزن اللي عن ناس اللي عندهم اختلالات في نسبة الدهون في الدم السيدة اللي جالها السكر أثناء الحمل السيدة اللي عندها تكيوسات مبيضية ويمكن الحملة القومية حملة 100 مليون صحة يعني أثبتت هذا الكلام الذي أقوله بشكل يقيني لأنه كثير من المرضى ما كانوش يعرفوا أنهم عندهم سكر هم رايحين يحللوا للفيروس صيدة من الحملة يكتشف أن عندهم سكر وبالتالي مرض السكر من النوع الثاني برضو من الأمراض اللي ممكن الإنسان يتأخر في تشخيصها لأنه في الغالب ما بيشتكيش من شيء المريض يعني المسألة العطش والتبول الكثير ونقص الوزن بتوجد بس في أقلية من المرض وبالتالي النصيحة التي أوجهها هو تدور على السكر بدري وافحص نفسك بتحليل الدم لأنه هو الوسيلة الوحيدة لتشخيص المرض وليس شكوى المريض الشيء الثالث والمهم اللي أنا بنبه إليه هو اختلالات الدهون في الدم وبالذات الكوليسترول قليل الكسافة كل ما علي الكوليسترول في الدم وبالذات الكوليسترول قليل الكسافة كل ما كان فيه خطر على الشرايين شرايين المخ وشرايين القلب وشرايين الأطراب بالذات شرايين القلب الدراسات الحديثة كلها أجمعت أجمعت بما لا يدع مجالا لا أي شك إن في علاقة مهمة ما بين ارتفاع الدهون في الدم وما بين الإصابة بالشريين والدراسات الحديثة أيضا كلها أجمعت وبدون استثناء إن تخفيض نسبة الكوليسترول بالدم بالأدوية وبتغيير نمط الحياة وبالاهتمام بنوعية الغذاء تخفيض نسبة الدهون في الدم على مدى فترات زمنية طويلة يقلل من مخاطر الإصابة بمشاكل شريين القلب وبالتالي النصيحة التي أوجهها هي بادروا بكروا عجلوا بتشخيص هذه الأمراض الثلاثة لأنها في الأغلب الأهم أمراض بدون أعراض ولأن علاجها علاج السكر من النوع الثاني علاج ارتفاع ضغط الدم علاج ارتفاعات الدهون يقلل بالتأكيد من مخاطر الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية عموما وأشكركم ترجمة نانسي قنقر